بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة استكمالا للمحاضرة الماضية عن تصنيع او استخدام الانزيمات في تصنيع الالبان والاجبان اليوم نكمل ان شاء الله وكمان بحب اذكركم هذا المنظر العام للمصنع اللي بيتم انتاج الاجبان فيه من استخدامنا للحليب الخام عملية البسترة بعدها عملية الانكوباشن او تكوين الجبن بواسطة اضافة انزيم رينت او انزيمات اخرى من جهة اللي هي فيرمنتنج مايكورغانيزم كل ياتها بهدف تحسين نوعيات الاجبان العملية بتبدأ هنا بتستغرق وقت بسيط بيتم عملية بتنفصل او البروتين الحليب بتخثر بتكون قرصة الجبن وبينفصل ما يعرف عنه اللي هو الوي كمان مرة الوي اللي هو المصل حليب الجزء السائل بيتكون الجزء الصلب وهذا اللي بيستخدمه للاجبان بعدها بيتم عملية تكسير القرصة هادي تفتيتها مرة اخرى وطبخها وبعدها بيتم نقلها لعمليات الطحن للعمليات الطحن وعملية التمجيح وعملية تكوين البان زي الكوتيج والكريم تشيز الى اخرى واصلت قوالب معينة تضع تضحها نضغطها كمان مرة بنحصل على اللي هي الوي والوي هذا اللي هو المصل له فوائد كثيرة وان شاء الله بيتطرق لها او في الجزء العملي في الالبان في الانتاجات الالبان بتكونوا حرفين اشياء وبعدها بعملة الضغط او في القوالب معينة بننتج اللي هو الاقراص الجوبن هذا وبنعملها عملية عملية طيب احنا كمان مرة زي ما حكينا انه احنا بنحكي اللي احنا بنضيف الرينت كيس فالسؤال الاكبر كيف احنا بننس نخدم الانزيمات ومتى طع الانزيمات لتكوين الاجبان بطريقة اللي حكينا عليها من تحسين الطعام من تحسين اللي هو عملية انضاج الالبان الاخر فالسؤال الاكبر اللي هي وين احنا منضيفها في اي مكان منضيفها بروتينيزيز اادد تبريك دون كيسين ان تشيز ار نيد اونلي انا باري سمول امونت وبتالي الانزيمات هالي احنا عشان احنا نكسر اللي هو البروتين للكيسين ونكون اللي ننقرصة هالي او نكون الجبن نحتاج كميات قليلة من الانزيم لهالنو لانو الانزيمات لا تستهلك من التفاعلات وفي التفاعلات وبالتالي هي بتطلها عملها قايم وبالتالي الانزيم نستخدم كميات قليلة لكن وين احنا منقدر نضيف الانزيم تفيد من مرحلة من الحليب لتكوين الجبن في عنا عدة مراحل اللي هي اللي تتكونت الخطرة اللي تتكونت هذه اللي تدارت الضرية بعدها منتكون الجبن بعدها منعمل عمليات اللي هو عملية تخزين ففي اي المراحل من المراحل هادي احنا منقدر نستعمل الانزيمات زي ما انتم شايفين الرموز اي و بي و سي و دي و اي هادي هي الاماكن اللي احنا منقدر نضيف عليها الجبن احنا قبل اخدنا الحليب قبل ما نضيفه في وعاء اللي بحنا نعمل فيه عملية ممكن نضيف ايش ممكن نضيف اللي هو الانزيم وبالتالي مباشرة اه الانزيم ممكن احنا عملية تعمل عملية نضيف حدها حطه في ماء وبعديها لما نحصل على المصر لبن بتكون عندنا هنا اللي هي احنا مضغطنهاش الساعة الجبن على شكل هي الجبن الطري جدا ممكن أحنا نضيف بالاماكن هادا نضيف عليها الانزيمات مسلا في الحالة d وحالة c وكمان مرة ممكن في الحالة d يعني بمعنى اصح واحنا الجبن مصة طري ممكن نضيف عليه ايش الانزيمات هاي في الاماق في المكان هادا هذا اللي هو كوان مرة بعد وهذا الجبن اللي إدمن آآ اللي هي زي الأجندة أنواع من الأجبان بيضيفه الأنزيم في المراحل هذي بعد بعد تكوين اللي هو الجبن قرصة الجبن اللي صار لها عملية هنا لحظه كمان مرة بنتج اللي هو كمان ربدي أحكي لكم اللي هو مفيد جدا مهم جدا في الصناعات للألبان والأجبان يعني هذا مكان محبب أو محبت لساحظه الأماكن هذي كلها هياتها الرئيسية لأضافة للأنزيمات اللي بدأت عدل على ايش مواصفات الجبل لكن هانا احنا في ايه احنا اضفنا الأنزيم بعملية تكوين الجبل لكن هانا احنا بنعدل في ايش في مواصفات الجبل وهانا بصير ايش بصير اللي هو يعني التحكم او التكنولوجيا اللي بتتحكم في مواصفات الألبان لكن في مرحلة اخيرة كان ممكن ان هو بعد اللي دي هذي ممكن احنا بعد عملية اللي هو تمليح نضيف ايش نضيف الأنزيم في مراحل متقدمة جدا اللي بتحصيل على الأجبان من نوعية خاصة وبشكل معين وبمعنى البطع معين ممكن ايه اللي هو اللي هي طيب الانزيم مدفايد تيز تكنولوجي اي ام سي this technology was fair to provide provide provided improved in USA في الالف سعمية و ست تسعة وستين and product quickly cooled came in a large scale who was in process اللي حاملية اللي تسبني فمعنى الكلام all of the major dairy enigrant suppliers now have extensive relatively sophisticated emc based flavor product line يعني اللي هو اللي المنتجات هذي بتستقبلها لتحسين التحسين الطعام للأجبان طبعا بشكل عام اللي احنا بنحكي عليه اللي هي young cheese اللي هي of guts or اللي هي cheese crude مستخدمنا تتكوننا الأجبان هذا هو الانزيمات اللي يستخدمها في صناعة الزراعة الأجبان سوريا فاحنا في النهاية اللي منتوجة النهاية بدي يحصل اي ام سي باستا اللي هو على شكل معجون وبالتالي احنا عنا الجيز في البداية بيضع له اه اللي هي مستحلة بالمعجون نعمل له عملية بسترة كولته بعدها اضافة او تبريده لاربعين لانه البسترة احنا بنرفع درجات الحرارة بحوالي عشر دقايب لاتنين وسبعين درجة هذه هي البسترة انو احنا بنرفع درجة الحرارة لدرجة عالي بعدين من ايش منبردها لغاية خمسين او اربعين درجة معوية اد انزاين لايبيز بروتينيز بروتينيزز بروتينيزز او بيبتيديز اد اربعين لخمسين درجة معوية اللي هي ايد تو تيرتي سكس اوار ستة وتلاتين ساعة ممكن العمليات الانزيمات مع مع ايش المستحلب اللي حصل هنا او الجبن اللي حصل هنا كمان مرة بعد العملية هاد بنعمل عملية بسترة لمدة تلاتين دقيقة ليش اللي على اتنين وسبعين اتنين وسبعين اه درجة مئوية وبعدها بنحصل على المعجون المل الشيء هاده هو ايش اللي العجبان هادي اللي هي بسبب انه احنا بدنا نحصل عليها فممكن نحصلها حتى على شكل اللي هي اه حتى لو احنا بدنا هي على شكل بودرة ممكن نحصل على الانزيم على شكل الجبن على شكل بودرة ايضا خمسة وانشرين لسبعين ازي ستو بالفور ميكينج بلو تشيز جبن الازرق طبعا ملاحظوا في بعض احيان الجبن فيها مواد بالالوان ايضا اللي هي رينيسيليم اللي هي كولد اللي هي كولد اللي هي كالتشر تو برو انت بيتابولايز ميك فاتي اصد تكاركتر ايز بيثيلي كتون هذا الاجبان هادي اللي تستعمل فيها بالطريقة هادي زي شدر البرمزان الرومانو السويس تايب انجوتا فلافرد اي ام سي ركوير كومبيزت انزيم تريتمد يوزينك ليبيز استخدم الليبيز اللي هي الجبن المملح والطعم اللادع في الجبن اللي اللي هي انزيمات ايضا انها ثلاثة اثنين واحد واحد سبعة كمان معرفة بكتيريوس ايضا احنا فهمنا في المحاضر الماضي ايش معناه ان يكون الانزيم هادا بكتيريوس ايضا لانه هو بكتيريوس ايضا لانه البكتيريوس والتالي بتموت الخلاب انزيم اس ميكوببتايد ان اسيتل ميرانو ميرانو ايدروليز ايضا لكوميرشالي فروم هن من اللي هو الايج وايت من الدجاج مايكروكس ليسو دي كانت تكس هادي هي الانزيمات اللي موجودة فيها او الميكروبات اللي بتنتجها اللايزوزونز is used as an alternative control agent for lead اللي هي اللي هي الانتفاخ تستخدم كالانزيمات اللي هي عشان تنفخ الجبن او تعمل فيها ثقوب زي ما حكينا اللي هي the texture defect of split and irregularity holds caused by butric acid fermentation butric acid fermentation ازا حصل بيخلي الجبن تتكسر والتالي الانزيمات هذه اللي بنستعملها لايزوزون بيؤدي الى انه الجبن ينتفخ ولكن ايش بدون ما تتكسر الجبنة بسبب اللي هو البيوتريك acid fermentation طبعا دي الاجبان اللي بتستعمل اللي هي اللي سواء كانت hard او semi hard اللي هي الاجوان من النوع الودا الدامبو او باندنو اللي هو او الامنتال زي ما احنا شايفينه كنتيش هي الثقوب اللي موجودة او الفاخرات اللي هي عوجودة داخل الجبن طيب traditional the defect is caused by وهو التكسير الجبن طبعا كانوا يحطوا البكتيريا على الحليب حتى يقتلوا البكتيريا هادي والتالي حافظوا على لكن احنا هنا بنعرف انه طبعا هنزل المادة هادي معناته احيش عن ايش نستعمل وهذه هي اللي احنا بنحكي عليه من بداية الحاضرات ومبداية الكورس انه الانزيمات تعتبر بديل لاشياء كثيرة مهمة جدا في تصنيع الاجبان وبالتالي ازا كان فيها لستعملها وبالتالي كان ايش استخدام البديل هو الانزيمات في تصنيع الاجبان كروس ريديم طيرو بكتيريوم is spore forming نكون ابواق and spore and such cannot be likely by pasteurization واللاشياء هادي اللي احنا لما نعمل عاية pasteur ما نقدرش نقتل الميكروب هادا وبالتالي hence the need to treat milk by alternative method اللي هي استخدامنا الانزيمات ليزوزوم اللي هي vegetative cells and inhibit auto growth of spore and cheese وبالتالي البكتيريا اللي تكون في الاجبان جزي الميكروسيدام هادا بتديل الانزيمات اللي اضفناها على الاجبان بتقضي عليها لأنها ايش دان هنهبتكو after growth of spores وبالتالي لا تكون لسبوز فيها ليسوزومs are is stable the enzyme is stable for a long period of cheese matrix and because it bind to cheese crude little of enzyme is loss and away separation وكمان الانزيمات هادي بتظلها موجودة في الجبن في الجزء الصلب من الجبن ما بتروحش مع او تتطلعش مع المصر اللي بيخروج من اللي هي in yogurt في الزبادي كمان and the fresh cheese with high capacity اقل من ايش اقل من خمس البياتش اقل من خمسة الاستيريا هادي كمان ضارة جدا وبالتالي الانزيم هادي اضاف في اللبن في على الزبادي اللي هو ايش للتخليص نعم من اللي هي المايكروبات الدارة هاية الاستيريا طبعا هادي فوائد طبعا لا ايش اللايزوزوم في النزيم اخر يستعمل في صناعة الاجبان ايضا اللي هو transglutaminase with a recent affiliate commercial microderoidum transglutaminase اللي هو عبارة عن البروتين glutamine gamma glutamine transpharase cc23313 there have been considerable interest in their application to gelation of cc and we protein through it's it is not wide the separate technology طبعا لا يستخدم بكميات كبيرة لانه بيدينا نوع من اللي هو عمليات gelatinate or gelatinization in the case however trans amnesia is affected in reducing sinerases the other in acid milk gel has been investigated and a method improved the texture قوام and shelf life طبعا هذا الانزيم بيأدي الى تحسين في قوام اللي اليوغورت وبأدي الى ايطالة عمر تخزين اليوغورت في اللي هي في اعلى الرف في اللي الثلاجات مثلا وبالتالي كان استخدامه يعني بكميات محدودة ولكن لا يستخدم على الانطاق وسيسيكالي has been shown to improve emulsifying properties بيدي الى تحسين القوام تحسين الشكل المستحلب لا لا الالبان بيزيد من الزوجة بيخلي الانزيم لليوغورت يحتفظ بكمية أكبر من اللي اللي يؤبط هو احنا المقصود في اللي الزبابي اللي احنا من العرب لايبيز لايبيز واحد من الانزيمات المهمة جدا في الصناعات العجبان دو المشكل اللي اللي احنا منحكي على في الجزء الاولان اللي هو ملك فات الام اف الام اف هاز اكريمي باتري ايه تشيزي اه اروما اللي هو رائحة الجبل درايد فروم شورت ميديم تشين فاتي اسد ان فاتي اسد كيميكالي دروت الريليز فرو ملك فات باي لايبيز احنا نعرف اللايبيز هو متخصص لتحطيم او تكسير الدهون وبالتالي احنا نعرف ان احنا نستعمل الحليب الحليب فيه بروتين وفيه كاربوهايدريد وفيه دهون ودهون وبالتالي اللايبيز بيكسر الدهون وبالتالي بينتج لي اللي هو شورت ميديم فاتي اسد اللي يبتدي الطعم للزبدة او طعم الكريمي والبتريل او طعم الجبن اللي موجود فيه درو ماتيريا سبسريت فور مانفاكشل الام اف اس ايدر كوندنسد ملك او باتر اول زيوت الاملسفايت تو ماكسيمايز دافات سيرفس ايريا تواشكتيبيت اللي هو اللايبيز لا يعمل الا على الانزيمات الانزيم لا يعمل الا على الدهون المستحلبة زي ما احنا بنعرف حتى يعمل اعمل هذا شرط من الشروط اه وبالتالي اللايبيزيز ار ادد اندليفت انتاكت ويد سبستريت الانزيم يضاف وبالتالي هو بيصير على تواصل مع السبستريت الانزيم اللي هي الاحمال اللي هي الدهون اتوبون تنشر فور انزيم يوز انتل ريكويرد فليبر ان اروما وبالتالي احنا عشان نحصل على الطعن مناسب للجبن نترك الانزيم اللي بيص فترة محددة فترة معينة لا توصل له وهذه بنسميه او الانتل بري ديتيرمند اسد دي غري اه فاليو اللي هي اسريتش اللي هتا هتا نحصل على كمان مرة اللي هو لدرجة الحموضة اللي موجودة في اللي الاجباء اللي كرسبون دكتور وطبعا كل هذا بيعتمد على قديش الانزيم اللي بيز بدي يخرج او يكسر الدهون ينتج منها اللي هو الاحمال الدهنية برودكت از باسترايز اللي هي البرودكت باسترايز اللي هي اللي سير عملية باسترا وبعدها سبري اللي هو ادراي الامف برودكت انكلود شوكاليت كوتينغ اللي هي او سيرب او باتر فليفر فور مرغرين للمرغرين للمرغرينة للمرغرينة ارتفشل اللي هي كريم السوس فليفرين لكافي ويتنار اللي هي للطبيض مبيض للقهوة وان تشيز فليفر اللي هادي الهي اللي هي جنرال جود الامف برودكت فوروز ان بيكت برودكت كان بي ميد يوزن بنكرياتيك ليبيز ممكن اللي هي من البنكرياس من اللام من المواشي كده مثل لحصب شمال هم arrives جو lasci pacان كوالستيري dibيز مغرهم 구لم موجوهو لكوالس qui roam المرغرين ديز يتم بكز اللي هي او سيديموني لحصب but lmf for bread making should not be prepared with aqua acromobacter cillium or genobacter lipase to avoid soapy and musty flavor like had subunyye furthermore the pre-gastric restries are also known to reduce too high proportion of butyric acid for a bread making in which they tend to produce acid and said sweet flavor not what it can be like it is a lot of fun and a kind of a heart and take the top half coil. Let's say what is compact path called V-gastric acid and the water condomesteem using mambo assessments as the naturalидness nazi الانزيم هو انزيم بيكسر السكر الثنائي من نوع لكتوز وبحوله لغلوكوز طبعا الانزيم هذا موجود في الحيوانات ولكن صار استعماله اكثر لما احنا اتطورنا التكنولوجيا الوراثية واستخدنا لخلي الانزيمات تنتج بواسطة الميكروبات الاخرى يمرنام التكنولوجيا الوراثات الميكروبات البرنسيس الاريزي والنوطسيس الاريزي اللي هي أسبراجلس and فليو بيركوماس مايكوس بيكوس سورس رسبيكتابلي فتسعمل كوان فيها فالأنزيم اللاكتيز يستخدم بتخليص الحليب من سكر اللاكتوز طبعا من ناحية كوميرشال دير برودكت لكتوز تكنولوجي اللاكتيز طبعا هده يعني الشركة أو التصنيع اللي اسمها is sold as an in vitro remedy for لكتوز انتولورنس طبعا لكتوز انتولورنس هو عبارة عن مرض احنا حكينا عليه لما حكينا على اللي هو اللاكتوز السكر التنائي في كيميا حيوية واحد وهذا الناس اللي عندهم عندهم حاجة اسمها لا يتحملوا سكر اللاكتوز عشان يكن يسميها اللاكتوز انتولورنس المرض هذا بيعاني منه لاس كتير يعني للأرقاب فقط حوالي 30 إلى 50 مليون في الولايات المتحدة يعانوا من اللي هو عدم قدرتهم على تحمل الحليب او سكر الحليب وبالتالي عندهم تحصل عندهم بسبب اللي هو اللاكتوز ديفيشانسي أو ديفيشانسي أو ديفيشانسي أو لكتوز اللي هي في الخلال الدقيقة الناس هذولا لا يتحملوا شرب اللي هو الحليب ليش؟ لأن الحليب فيه سكر لاكتوز وهما ما عندهم مش أنزيم اسمه لاكتيس وبالتالي إذا شربوا الحليب بصير عندهم مغس شديد واسهال شديد ونفخها إلى آخر وبالتالي التكنولوجيا بدأ تحل المشكلة فهذه بدأت حلال مشكلة أن نخلص للحليب من سكر اللاكتوز وهنا طبعا تتمثل الفائدة التكنولوجيا باستخدام الأنزيمات في الصناعات الغذائية أو في التكنولوجيا الغذائية فإحنا إذا إحنا بدنا في مصنع أو في طريقة استخلاصنا لللاكتوز من الحليب فإحنا في أنا طريقتين أما نستخدم اللاكتيز كمان مرة أو نستخدم اللاكتيز كمان مرة ولكن هنا الفرق بين الفرحة الهادي والمرحلة هادي أنه هنا نستعمل يعني أنا بستعمل اللاكتيز مرة واحدة بضيفه على الحليب وخلص كمان لكن هنا في حديث بسمة يعني بمعنى أصح أنا اللاكتيز موجود عندي ومثبت على شيء معين بيمر عليه اللي هو الحليب وبالتالي من خلال مروره على الشيء المثبت هذا على الأنزيم اللاكتيز المثبت وبالتالي بتزيم تكسير خلينا نشوف الفرق بين الحالتين هذولا إذا أنا ضفت الأنزيم اللاكتيز على اللي على الوي بيرميت اللي هي طبعا اللي احنا بنحكي على للحليب ككل مش على الوي فقط لحاله وبالتالي أنا إذا كان في عندي خمسة عشر من نسبة خمسة عشر من المواد دائبة فيه وبركزهم ل اللي هي العشرين من ناحية بعدها بيعمل يعني بشيل الأملاح وبشيل للأشياء اللي فيه بعدها الاكتيز بعمل عملية الاكتيز في الو على درجة حرارة خمسة تلاتين لاربعين على الاموبلايز كمان من خمسة تلاتين بتوصلها لايش لخمسين بعدها بمر يعني هنا في الحالة هذي الاكتيز بيظله موجود مع الخليق هنا الاكتيز بيظله مثبت ولكن الحليب بمر عبر موجود عليه مثبت عليه أنزيم الاكتيز بعدها بعمل عملية عملية التبخير أو تبخير الماء منها وبالتالي بحصل على كي سيروب الكي سيروب الحالة هذي اللي هو الحليب بشكل عام او الوالي واحده لانه انا بقصد انه الاكتوز الاكتوز اللي هي السكر الاكتوز موجود في الجزء السائل من ايش من الحليب والتالي عشان هيك انا بقول كي سيروب في حالة اللي هو الاموبلاز لكتاز راكتور كان اتشيف 90% لكتوز ادريلس انويت بيريماند بيريميت وعلاس باتش بروسس كومفيرتون لسبعين في الميتة يعني هذي بيحول اللاكتوز الجزء هذا بيحول اللاكتوز بيكسره بحول 7% اما الامو بلايز بيحول بيكسره بحوله اكتر من ايش 90% The way syrup is made sticky because high concentration of glucose and galactose It is not dried but sold and used as in that form في بعض الاحيان انا السيرة وهذا ببيعه بجففهوش لانه هو عبارة عنه لزج لوجود كميات كبيرة من الجلوكوز والgalactose هو مصدرهم للgalactose مصدرهم اللاكتوز اللاكتوز مصدره ايش الجلوكوز والغالاكتوز but sold and soothed as it was It is used to replace sweetened condensed milk sugar and skim milk in many products such as ice cream, milk dessert and liliya sauce The syrup is also excellent caramel integrant and as sweetener the binder اللي سير البالس شكرا لكم بيك ان شاء الله بكم خلصنا احنا عضونا اللي هو الجزء التاني من استخدامات الانزيمات في الصناعات الاجبال وصناعات الاثنى الدياري شكرا لكم